تدعوكم الجمعية السعودية للأشعة لحضور مؤتمرها الثاني عشر والمزمع انعقاده من السادس والعشرين الى الثامنة والعشرين اكتوبر الفان وتسعة عشر ولمدة ثلاثة ايام وذلك في فندق بارك حيات في جدة اوضحت الاستاذ الدكتورة لمياء غازي جمجوم رئيسة المؤتمر ورئيسة الجمعية السعودية للأشعة واستشاري اشعة الصدر والقلب ان المؤتمر يعزز من الدراسة والابحاث ويحصر المهتمين بعلم الاشعة من استشاريين واخصائيين واطباء مقيمين وفنيي اشعة وممرضين وممرضات وطلاب ويناقش المؤتمر العديد من المواضيع في اقسام الاشعة المختلفة ومنها مواضيع متعلقة باشعة الثادية واشعة الجهاز الحركي والعصبية واشعة الجهاز الهضمية واشعة الاطفال واشعة الصدر والقلب وطرق الوقاية من الاشعاع كما يناقش التحول في مجال الاشعة في المملكة رؤية عشرين ثلاثين ووضع الاشعة في القطاع الخاص وسيشارك في المؤتمر حوالي ستين متحدث من مختلف انحاء العالم اغلبهم رؤساء جمعيات دولية وخليجية ومحلية والاخر ممثلوا ليزارات وجامعات ومنظمات سعودية مهمة كما نوهت الاستاذة الدكتورة لمياه عن الجمعيات والمنظمات المشاركة ومنها جمعية الشمال أمريكا للأشعة وعلم الأمراض الجمعية الأمريكية للأشعة الجمعية العربية للأشعة جمعية الأشعة العمانية مؤتمر الإمارات السنوي للأشعة الجمعية المصرية للأشعة الجمعية السعودية للأشعة التداخلية الجمعية الأوروبية للوقاية من الإشعاع جمعية الأشعة بالكويت الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية جمعية الوقاية من الإشعاع في العالم العربي الهيئة العامة للغذاء والدواء وزارة الصحة كما أشارت الدكتورة لم يأج جمجوم إلى أن الجمعية ستقدم ثمان ورش عمل على هامش المؤتمر خلال يومي 25 و 26 أكتوبر تشمل ورشة عمل خاصة بالتعامل مع ألام الصدر الحادة ورشة عمل تصوير المفاصل بالموجات الصوتية ورشة عمل تصوير المقطعي المزدوج للطاقة ورشة عمل تصوير الكابد بالموجات الصوتية ورشة تصوير الثادئ بالأشعة الصينية والصوتية بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بتدريب فنيي الأشعة مع العلم بأن المؤتمر وورش العمل تكون مدعومة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بساعات تعليم مستمرة وأخيرا وليس آخرا فإن مؤتمر الجمعية السعودية للأشعة 27 أكتوبر هناك دعوة عامة ليلة تثقيفية من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساء عن سرطان الثادي وطريقة الكشف المبكر والخيارات العلاجية الراع الاستراتيجي شركة فيليبس الراع البلاتيني يشمل شركة سايمينز مجموعة تمر شركة الخليجة الطبية المحدودة الراع الفضية مجموعة سامير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر